الشيخ خالد زمالكاوي أصلي؟ خالد زمالكاوي أصلي يعني ايه زمالكاوي أصلي؟ يعني أصبحت زمالكاوي من النخاء؟ آه.. لا يعني أصبحت … مش كنت أهلاوي أبويا كان أهلاوي جدا جدا كان مخليك أهلاوي آه طبعا لكن الانسان بيتولد على تفكير أبوه يتولد أهلاوي؟ لا ، بيتولد علي أبوه معلومة جديدة من كابتن خالد الغندور والإنسان بيتولد أهلاوي الإنسان بيتولد أهلاوي بعد كده ما بيجبر كده ويفهم بيبقى زملكاوي يا سلام طيب إنت بقيت زملكاوي ليه؟ إيه السبب غيرت جلدك ليه؟ حقول لك حاجة لذيذة أنا روحت مع والدي بتاع 3 أربع مطشاط أهلي وزمالي كنت منسك العالم الأحمر مع أبويا كنت عندي 7 سنين 8 سنين كنت بروح مع أبويا كان مجنون أهلي بيعشق النادي الأهلي أبويا كان مستشار مستشار يعني قاضي جليل ما كانش يقعد في المقصورة كان لازم يقعد في الدرجة الثالثة وبيعشق النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي جدا سبحان الله سنوات وسنوات من تشجيع النادي الأهلي أول ما لعبت في الزمالك وبقيت لعيب في نادي الزمالك تحول أبويا العشق للنادي الأهلي إلى زملكاوي عشان خطر أبو متي متخيلة؟ لا عشان يشجعك بقى لأ بس هو لأ هو الابن يعني بيرفع روحك المعنوية بعد كده خد يبالك أنا مش مثال يعني أنا مش مثال مثلا إن هو خالد بس انتالي دي معلومة يعني جديدة بالزبط بس أنا مش أنه خالد الغندور كان أصلا أهلاوي هقول لك حاجة يعني ومعلومة خالد الغندور سيدة المشاهدين وسيدة الأهلاوية وسيدة الزمالكوية حفضحك على فكرة ليه ودي فضحة؟ اللي بيصلخ الأهلي الكابتن خالد الغندور أهلاوي المنشأ والأصل عايز أقول لك حاجة وائل جمعة محمد بركات عشان كده بسألك بقولك أنت زمالكوي أصلي وائل جمعة ومحمد بركات عشان كده بسألك بقولك أنت زمالكوي أصلي عشان كده أنت مش زمالكوي أصلي لا 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 إزاي زمالكوي أصلي نص نص وائل جمعة ومحمد بركات كانوا في الأصل زمالكوي معقول قبل ما يروحوا لأهلي أوى الله وعائلة بس بركاتي اعترف وقال على الهوى لكن انت ما اعترفتش احنا دلوقتي اللي كشفنا سرك واق الجمعة كان زمنكاوي احنا اللي كشفنا سرك دلوقتي لا والله عرفيك انا من الحاجة عيب يعني انت في النهاية اللي خلاني بقيت زمنكاوي هو المنطقة بتاعتي كلهم زمنكوية بس داي خلينا نقول انه كرهك بقى للنادي الاهلي غل لانك اجبرت انك تكون اهلاوي انت صغير يا سلام انت عقدة لا لا خالص انا مش عارف ليه طب شيخ الحر عايزي